الغدد الكذرية او الغدد الفوق الكلوية يطلق عليهم اسم ادرينالجلاندس او سوبرارينالجلاندس كل غدد تقع فوق كليا في منطقة خلف الصفاق فبنقول عليهم ريترو بريتينيال استراكترز وبيفصل بين الغدد الكذرية والسطح العلوي للكليا طبعة من الدهون المحيطة بالكليا انهي بيريرينالفات الغدد الكذرية بيتم تغلفها واحطتها مع الكليا بوسطة لفافة اسمها رينالفيشيا او جروتاسفيشيا الغدد الكذرية اليمنى اللي هي راية اترينالجلاند تقع خلف الايفي سي اللي هو انفيرور فينا كافا الوريد العجوة في السفلي وبتكون ميديا للبستيريور سيجمنت او زراية هيباتيك لوب والغدد الكذرية اليمنى برضو بتكون لاترل للنصف الحجابي الحاجز الايمن الغدد الكذرية اليمنى عمتا هي اوطى وبتكون للداخل اكتر من الغدد الكذرية اليسر وشكلها الشايع في التشريح المقطعي هو انها بتظهر على شكل حرف الفي المقلوب بالنسبة لغدد الكذرية اليسرى بتكون انتيريو ميديا للأبر بول اوف زاليفت كيدني يعني موجود على السطح الامامي من الداخل للقطب او الجزء العلوي من الكليا اليسرى وتقع في منطقة مسلسة الشكل بيحيد بيها ثلاث حاجات وهم الاورطة والبنكريات الكتيل واللفت كيدني والشكل الشايع للغدد الكذرية اليسرى في التشريح المقطعي هو انها بتظهر على شكل مسلس او حرف الواج والسطح الخلف للغددتين اليومنا واليسرى محاطين او مسنودين بنصف الحجاب الحاجز في كل جنب كل كليا بتحتوي على كشرة خارجية ونقاع داخلي اوتر الكورتكس وين المضانة وبتكون وظيفة كل جزء منه مستقلة عن الجزء التاني الادرينالكورتكس اللي هي كشرة الغدد الكذرية بتنتج اكتر من 20 صنف من السترويدز كلهم على بعضهم بيطلق عليهم اسم ادرينو كورتكالسترويدز يعني استرويدات كشرة الغدد الكذرية او كورتكوسترويدز الكورتكوسترويدز بتنقسم الى 3 فئات رأسية الفئة الاولى هي الجلوكوكرتكويدز ودي بتأثر على الجلوكوز ميتابوليزم اللي هو تمثيل الغذاء للجلوكوز والفئة التانية هو المنرالكورتكويدز والفئة دي بتنظم مستويات السوديوم والبوتاسيوم والفئة التالتة وهي الاندرجينز والاستروجينز ودي الفئة المسؤولة عن تعزيز النمو الطبيعي للعظام والعضاء التنستولية بالنسبة للأدريني المضالة اللي هو نخاع الغدد الكذرية بيفرز هرموني الإبنيفرين والنور إبنيفرين اللي هما الأدرينالين والنور أدرينالين ودي الهرمونات المسؤولة عن تسريع عملية الميتابوليزم وزيادة طاقة الجسم في حالات القطان أو الهلو الغدد الكذرية بتستعبل الدم الشرياني اللي هو الأرتيري البلد من السوبرير والميدل والإنفيريور سوبرادينال أرترس وبتم التصريف الوريدي أو الدرينيج للغدد الكذرية اليمنى عن طريق وريد قصير اسمه سوبرادينال فين بيفرغ مباشرة في الانفيريور فينا كافا والغدد الكذرية اليسرى بتعمل درينيج خلال الليفت أدرينال فين واللي بيفرغ داخل الليفت رينال في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة